مساك وانا وفل وياسمين تعالوا والله العظيم الوجبة الجميل دي معمولة بصدر فرخة فقط لغير لا اكتر ولا اقل وشايفين عملنا غدا جميل جدا وكفنا كلنا وكانت وجبة جميلة جدا وطبعا ولادك بفرحوا بها جدا الدائم ارمشة طبعا سخنة ما كنتش عارفة اقطعها لكم شايفين مستوية وجميلة جدا جدا من جوه حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك طعمها تحفة تعالوا لما نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي وكمان عملنا بطاطس مقرمشة احسن من بتاعت برة كمان كفاية انت عملها في بيتك وضمنا نظفتها وضمنا كمان جودتها شايفين الجمال ده كل ما شاء الله الطبق ده بصدر فرخة تعالوا احنا عملنا ايه والتدبيلة كانت ازاي وكمان عملنا الرز الجميل ده رز المطاعم الرز المبخر حاجة كده اللهم بارك تحفة بجد بجد تندمي لو ما عملتهاش يلا كده نسمي الله ونصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وزيد وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله او زي ما انتو شايفين والله العظيم بجد ما زودت اكتر من كده وكمان كان فيه كتفيات بتاعتها اللي احنا قطعناها منها يعني هو بصدر الفرخة عملنا ما شاء الله الوجبة الجاملة دي قطعناها مع بعض القطع كده زي ما انتو شايفين قطعناها القطع كده بالسكينة بتاعتنا وانشوف كمان هنتبيلها في ايه وهقولك على خطوة كمان يا جماع اي حاجة من التدبيلة موجودة ما تربطش نفسك به عادي جدا يعني ممكن نستغنع عن اي حاجة فيهم مفيش مشكلة اي حاجات موجودة عندي فعشان كده انا حطيت فاكيد يعني مش هشير يعني مش هالغي الوصفة مخصوصة لشان خطر حطنا معلقة كبيرة من الدبس الرمان ومعلقة من عسل اسود وكمان حوالي ربع كوباية من الخل وحطنا البهارات بتاعتنا اللهم بارك بابركة وفلفل اسود وكركم واللهما صلى على النبي كمان بوهارات فراخ سبع بوهارات وطوم بودرة وبصل بودرة وكمان عصرنا لمونة كبيرة زي ما انتو شايفين كده يعني خلي مثلا عصر لمونتين كبار وحلوين كده محترمين مع كل الوصفة بتاعتنا دي وهنقلب كل الكلام ده ببعضه وكمان ريحتها ما شاء الله اللهم بارك تحفاء جدا ما حطناش ميا وما حطناش اي حاجة حطنا دبس الرمان وحطنا كمان معلقة عسل سود وربع كوباية خل والبهارات بتاعتنا بقى وسبناها يقمت سباها في التلاجة يقمت سباها اقل ما يمكن اربع ساعات وده اللي انا عملته قمتي كده عملتها ايه سبتها اربع ساعات في التلاجة وبعدين عملت حبة رز مبهر من بتاع المطاعم اللي قلبك يحب اكثم بالله ريحته كانت فوق الخياة حطنا الليمون وحطنا وحطنا مستيكا وحبهان ورق لوري وحطنا كمان ارفة نعمة ولو عندك ارفة خشب حطي وكاري واللهما بارك كوركوم بس ده البهارات اللي انا بحب احطها ممكن نحط كمان سنة كده من ايه من السبع بهارات او بهار الفراخ بس ما تزودش بهاراتك اوي في الرز المبهر علشان ما تغمقهوش معاك ويفقد حلوته وحطنا كمان ايه مكعب من المرأة تمام كده هنقلب كل ده ببعضه لحد ما تشم من ريحة وبعد كده هتنزل عليها بالشربة بتاعتها وكمان زبطنا الملح بتاعها انا لدلوقتي ما عنديش شرب حطت مرأة الدجاج وحطت زودت عليها ما شاء الله ايه ما حطت الشربة ومعنديش شربة في التلاج وكان ريحته بامانة تحفة اصلا مش هتعملي اغر الوصفة دي جنب اي مشويات او اي كنتاكة او اي حاجات من اللي انت بتحبي كده بعد ما الرز بتاعها تشرب هبدأ كده اقلب كده كله ببعضه وههدى النار بتاعتي بقى لحد ما يستوى اهو زي ما انتو شايفي نغطي بقى ونسوب لحد ما يتلدن تعالوا بقى خلاص اه الروز بتاعنا بيستوي اه حطينا كمان كوبايتان من الدقيق عليهم اه حوالي نص كوباية من النشا وحطينا البهارات بتاعتنا نفس البهارات اللي احنا حطناها ملح وفلفل وكمون وقصبرة والسبعة بهارات وكاري وبابركة وكركم وفلفل اسود وطم بودرة وبصل بودرة تمام ده البهارات بتاعتنا اللي هنخلطها مع الدقيق هنقلب كله ببعضه تقلبه حلوه جدا لحد ما كل حاجه تاخد من بعضه زي ما قلتلكم لحد ما انشا مع البهارات مع الدقيق ما تعرفش اي مع اي يعني لازم كله يمتازل كده ببعضه تمام كده هنجب بقى معانا يعني بولة او او اي حاجه يعني تقسم فال دقيق انا اخد نص الكمية دي مع بعض وهنعملها عجينة كده زي عجينة الكيك يعني يكون سمكة حلو متماسك هتوعد تزود المية حبة بحبة وتروب كده لحد ما يبقى معاك عجينة متماسكة زي عجينة الكيك كده تمام وبعد كده بقى هنجيب الخطوات بتاعتنا وهنمشي بالتدريق مع بعض هنجيب مع بعض قطع الفراخ وهنحطها كده في قلب الخالط اللي احنا عملناه احنا متفققنا الخلط احنا اخدنا كمية من الدي والنشا والبهراء وخفناها بمي وهبدأ كده اغمر كده فيها القطع بالفراخ لحد ما مع العجينة بتاعت دي كلها تتغلف به وهرجع تاني احط عليها الكفر بتاعه استخدمت ايد دي ايد الناشفة بقى هقلب بيعاز تحط تلبسكوان دي براحتك زي ما تحب وهبدأ كده ايد دي ما نخل بين صغبع دي بتنخل كده القطع الفراخ فيه تقلب 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 كده مع بعض وهنشوف شكلها الوقت عامل ازاي شايفين التجاعد بتاعتها طبعا هي مش باينة من ايدي لان ايدي بيضة يعني بيضة من الدقيق وكمان القطع بتاعت الفراخ بيضة فمش باينة زي ما هيباينة قدامك كده في الطبق والتكسيرة دي اللي موجودة قدامك دي هي دي الارمشة هنكرر نفس الموضوع اللي حددت مخلص الكمية بتاعتك وزي ما قلتلك هيعمل معاك كمية حلوة جدا زي ما شفتها في اول الفيديو هننفض منها كل الدقيق ومش هننفض قوي يعني مش ما تجيبهاش نفضي فيها كده ما يبقاش فيها اي كفر لا دايما صاوبك تكون من فرقة بعضها كده وهتعمل معاك طبقة حلوة جدا هتكرر نفس العملية زي ما قلتلك لحد ما تخلص الكمية معاك واحطينا الزيت بتاعنا وهنسيبه يسخن صف الزيت حلوه الدنيا غالة والزيت غالة وبقى هوب 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 الزيت معايا سخن حوالي خمسين في المية ما تسخنوش اقوى عشان ما ياخدش لون من غير ما يستوى وبعد كده هننزل معاكم بالقطع بتاعتنا على نار عالية وبعد كده لحد ما ياخد اللون وبعد كده هنهد النار شايفين ما شاء الله اللهم مبارك اخد معنا طبقة حلوة جدا اخد معنا لون حلوة جدا شكله حلوة جدا حاجة مغرية جدا 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 طبعا مكسين بالله ناولادة عملوا احتفال شايفين انتوا حسين بالقرمشة حسين بالقرمشة في قلب المصفة بجد مكسين بالله تحفال وهتعجب ولادك جدا انتوا عارفين ان ولادنا عايزين التقاليع دي لأ كنتاكي لأ كربات لأ حاجات ملية المتدلع مش عايزين الاكل التقليدي جبنا مصفة نعمة كده وهحاول اصفر منها الدي اللي وقع كده في زين عشان ما يتحرقش وهبدأ احض طبقة كمان من الفراغ بتاعتي نفس النظام هتسيب النار عالية معاك شوية وبعد كده هتهض النار تستوي ومش بياخد معاك وقت خالص لان هم قطعين قطعة صغيرة ومعايا ما شاء الله اللهم بارك الرز بتاعنا عازامة حلوة جدا 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 هنعمل شكل حلو كده زي بتاع المطاعم البطاطس نسيبها لا ما نسيبهاش قطعنا بطاطس وحطنا في نفس الخليط بتاع العجينة بتاعت اللي احنا عملناها للفراخ بتاعتنا وحطناها في الدقيق وإلانها في نفس الزيت بتاع الفراخ وده كان فيديو معنا النهاردة يا رب لو الفيديو بتاعنا كان عجبكم ما ننساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة لو بتشافين من على ييتيوب ولو بتشافين من على الفيسبوك لايك وشير الفيديو وتقول انت بتشافين من اني بلد ودعوة حلوة من القلب دق الرزة هيعجبك جدا 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 أحسن وقطع من بتاع المطاعم مليون ألف مرة عملنا البطاطس زي ما قلت لكم بنفس طريقة الفراخ بالزبط وإلى نقل بنفس الزيت عملنا الفراخ مقرمشة من برة وطريقة وجميلة من جوة هتعجبكو جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك ما ننساش تضع الجوز بالشفاء بحبكو جدا 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 موسيقى موسيقى موسيقى